فكرة عجيبة ودكية سوف تهنيك من أصعب المشكلة التي كان يعني منه باستمرار وكتشفي حيال وأفكار أخرى مذهشة في هذا الفيديو هتوفر وتسهل عليك الكثير وغتحليك أصعب مشاكل في المطبخ خليك معي للآخر باش تكشفيها ويلا نبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة فيديو جديد وأفكار جديدة بإذن الله كنتم نستفيد منها إذا عجبتكم ما تنسونيش بلايك والبرتاج وكنتمنى لكم فرجة ممتعة سوف نبدأ وعلى بركة الله بأول حلة وأول فكرة المهمة في الفيديو هذا وهي الفوطة أننا سوف ندروها الفكرة هائلة تهنينا من أصعب مشكلة وباقي أفكار أخرى خليكم عني للآخر بنسبة لفكرة هذه وهي على الصفارة فاش كان طيبوا أي حاجة في نجاح للضغط فاش كان حلو الصفارة يعني ضروري لمدرنا هاش في الشرجم أو البالكون يعني كس تجل خلينا المطبخ والأواني وكل شي يعني على مدة تلقاولي دام يعني في أي مكان معلكم إلا تجيبوا وحد فوطة وباش كذلك الفوطة دينا من وصخوهاش كنجيبوا بابي دينا المطبخ وكنتنضب له وكنتنوه على جوج إنفوك تحيد الصفارة إلا ما كانش عندها كباش متساعدش وكذلك الرائحة لما كوش يبغلو مثلا الأبناء طيب شاش حاجة ما بيتقير كرشا أو لأي حاجة كتكون رائحة هم جهدى معلك إلا تدري هالطريقة هادي يعني ما تخافوش من ها نهائيا ذاك البوخار كامل تيطلع وكيطلع في هاد بابي دينا المطبخ يعني بالأخص يعني إلا كنت تنجرة تفيتوها شي شوية يعني نقصات من ذاك الجاد اللي كان فيها راه طريقة آمينة وقاعد ذاك الدهون ذاك الأوسح كتبقى لكم في هاد الطبي دينا المطبخ وكتحيدو وكتلحو به وكتبقى الفطاة عندكم كذلك نقية كنتمنى فإن هذه الفكرة تفيدكم بالأخص تديروها عن ضرورة إلا ما عندكم لشرجة من البالكم ما عليكم إلا بهاد الفكرة هاتي غتحنكم من دوكتساخات ومن دوكتهم اللي كتر لكم في الحائط وفي الأواني كاملين وغادي سرتاحوا بإذن الله وغادي من دوكتهم الباقي الأفكار كنتمنى تستفيدوا منهم بإذن الله وبالنسبة الفكرة الثانية هاتي هاتي وديلس يكون خاص بالأواني خطير ورائع بنتقسم معكم فعلا غيفيدكم فعط الصيف هذا بالأخص هذا في هاتي عيد أضحى بإذن الله كما هو مغصو بزف دي الأواني وكيكون من دسمين بالنسبة لهذا الخرقة هاتي سوف يفيدكم بسرعة ونحلهم ونتقسم معكم كما تشوف معي ونجعل تجربة قدامكم يعني ركي يغسلوا الأواني ويخرجوهم بحط طريقة رائعة لا يكتروا الرغوة بزاف باش أنهم يزلقوش لكم الأواني هم ينضفوا بحط طريقة جيدة دبعا نجيب البانيو دي الماء وغادي تشوفوا تجربة قدامينكم يعني فعلا سوف يفيدكم بزاف وعندهم بزاف يستعمل اذا تجربوا كاس مثلا هالكاس هدا را فيهم تستمعني غادي نغسلوا وننشلوا ونشوفوا النتيجة رائعة وننظيف الخطير اللي كان طفلكم الأواني كانت فعلا لما هكا ما زل مخدهم شغول المكين شاندو كان شجعوا ياخدهم فعلا رواقع الخطير راهم رائعين ونصبرو معكم واحد موضة اخص غادي ونظيف رائعة اللي كان غير مرغوب فيها في الخطير الخطير لاحظوا معي يعني كاس خرج كإنشان ما شاء الله بحل لغ سنة فغ سلي الاواني كتمنى هالفكرة كذلك انا تفيد كتسري منها كتسع سراغي واحد شو وتعلقوها بسرعة كتنشاف يعني ما كتدي لها حالة اش حاجة دمع نظر الفكرة الموالية بالنسبة لفكرة الموالية الشوية اللي عندها هادو واسعين راح ديج جا تقاسمت معكم بالنسبة للشوية اللي عندها ضيقين ولكن من الأخص هادي هادي دابا لاحظوا معي كتشتو هادو بونجة هادي كتتقسموها بالموس أو لمقس وسيدوها على شكل مربع هاد المربع سيدو الدور دي هادي كتدخلوا لكم في شوية به هاد شكل هاد وكتنطفوها لكم واحد طريقة خاطيرة يعني بلما تحتاجوا انكم يعني كتنطفوها دفعة واحدة بلما تنطفوها من هات تجيها وتحلوها وتنطفو من الداخل من برا لا تدوز على جميع الأماكن رمضو الفكرة الموالية تقدر هكا يعني تندي لكم الخلق بكاربونات سوديوم يعني غيهنكم من أصعب مشاكل في المطبخ من بين هم المناديل يعني دي المطبخ كتنطفوها رائحة غير مروف فيها معلكم إلا ترقدو فهل آنية مع المدا في وش مسحوق يعني رهما كتنطفوها المشاكل وممكن إذا كان عندكم الحرق تدروا كي الكيمية الخلق بحل الماء وكتزيد بكاربونات سوديوم يعني غيهن ينظيف من روائح في المطبخ معلكم إلا أن تأخذهم دائما يكون عندكم من الفكرة الموالية وهي لك لا ينتبخر شي قليلة وعندكم الكس كاس مشغول أو الكوكوس مشغول لكم معلكم إذا تجيبوا أي كس كاس القيس يستطيع القيس الآن يستطيع بعض الكويرات من الورق الآليميليوم ووضعهم في الأسفل لأن نستعمل هذا الطريق وممكن لا تستطيع غيز الآفة يستطيع غيز كويرات الورق الآليميليوم في الأخير يستطيع القيس الآن الخضراء أو أي حاجة التي تبخر هنا ووضع هذا الكس كاس في فوق الكويرات تصنع كس كاس بطريقة جميلة وقد تبخر طريقة جميلة وممكن توضع كس كاس كبير عملية رائعة تصنع كبديل الكس كاس مشغول ومحتاج كس كاس ثاني أو إلا كبير كس كم 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 بالريحة لك ومم كم 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 كل شيء يغرب لها وكل شيء يغرب لها وكل شيء يحضر بها وإلى اللعب لا تجلب من البائع وتوضعه في العلب وهو فيه دودة وفيه الوضاح ولكن إذا قلبتها من الأول وغربتها وكل شيء قلبتها نقيتها ويجب انتقايا ويجب انتقايا تنقيوها وتغربلوها وعادة بش كتوضعوها كتوضعو واحد من الأسفل دي الورق الغار وكتوضعوها من الفوق كذلك بالنسبة لهذه قد يغيش شوية منها أنا راكمش معي وكلهم وضع لهم ورق الغار من الفوق وكذلك وضع لهم الحجراء دي الملحة الحية مكيدودو مكيسوسو والناس اللي فاشا تكون ميدة تيهاك ولا الناس اللي عندهم الرطوبة مدون دي البحر ودكشي نديروش ملحة الحية الناس اللي عندهم دائما الحرارة مع اليوم اللي يديروها أنا كنت تستعملها دائما صراحة ولكن كما تلكم قبل دائما كل شي غربلوه وكل شي نقيوه باش تتأمنوا وتأكدوا انهم راهم نضاف ما غادي تكون فيهم تشي حاجة ونصيحة خرابة بالنسبة له لقيتو دي الحشرة اللي كتكون بحلفة اشاكت دور حدا اي مكان عارفو داك المكان لانه يقدر يكون مدود لكم او لها كالقطاني او للا الدقيقة يعني دائما نقلبوه دائما نغربلوه ومتشروش حاجة بكينيا كثيرة فهات السيف هادا يعني حتى تسال الحاجات تجيبوها باش ما تبقاش دائما تتعرضو لها المشكلة لانها تسوس لكم او لدود لكم بالاخص الناس لانهم حرارة بزاف وغندوزو الفكرة الموالية بنسبة للربع يعني ربع بسافتين الناس كيبوه حتى افضو علي باتطريقة هدي مربط ما عليكم إلا تجيبوه ممكن تتوصلوه كي لا تتربطوه وديرو ورق للمطبخ وديرو فحل العلبة كيبقى معاكم ما كيصفر ما كيخسر كنتمنى فعلا هاد الافكار البسيطة اللي تقسمت معكم اليوم انها هدنا الاعجاب ديلكم وهناك كل فيديو دينا سالة كنتمنى تكونوا استفتوه لو بالقليل ولو فكرة واحدة انها اه اعجبتكم ما تنسوش تخليو ليعش كل فكرة اللي اعجبتكم اكثر وكنشكركم بزفزف على المتابعة وللمزيد من الحيال والافكار المنزلية ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة